اجتماعيا تعيش عائلة عبد الحليم ببلدية عين البرد بياسيدي بالعباس داخل مراحب تابعة لملعب البلدية في وضعية جد مزرية وهي توجه نداء استغاثة للمسؤولين للحصول على سكن لائق يلوم شمل هذه العائلة سارة لانيمي بالنسبة لعائلة عبد الحليم التي تسكن بالملعب هي مسجلة في إطار سكنات الهشة التي سوف توزع عن قريب وسوف نقوم بالتكافل بهذه العائلة